اشتركوا في القناة الطائرة المكون من أربعة أشخاص وضيفا أن من بين الطاقم طيارين أجانب وذكرت المصادر أن استهداف الطائرة العمودية من طراز مي خمسة وثلاثين جاء إثر محاولتها إيقاف تقدم قوات الصرايا نحو منطقة جمينس غربي بدينة بنغازي قال مصر من مجلس شورى ثواري بنغازي إن مدفعية المجلس استهدفت قاعدة بنين الجوية بصوريخ القراد المصدر قال إن سرية القعود التابعة للمجلس هي من استهدفت القاعدة وضيفا أن الإصابات كانت مباشرة يذكر أن صحفا أجنبية كشفت عن وجود غرفة عمليات تابعة لمجرم الحرب حفتر بقيادة فرنسية ومشاركة إماراتية وأردنية تتخذ من قاعدة بنينة مقرا لها استقبل قسم الحوادث والطواري بمستشفى مصراط المركزي ليلة السبت سبعة جرحة من قوات التوار جراء اشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سرد المكتب الأعلامي بالمستشفى أكد أن الجرحة الذين وصلوا إلى قسم الحوادث حالاتهم تباينت بين الحرجة والمتوسطة والخفيفة وضيفا أن أغلبهم قد غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج هذا وأشار المكتب إلى أن الجرحة من مدينة يهون وترهون وزليط إضافة إلى مدينة تجراء والخمس انطلقت الأحد بمدينة زوارة فعليات مسابقة ليبيا المحلية في دورتها الخامسة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده وذلك بقاعة الشهيد فرحات حلب هذا وقال أحد أعضاء لجنة التحكيم الشيخ التهام الزيتوني إن المسابقة شارك فيها ثلاثة متسابقين من كل مدينة وذلك بعد إجراء مسابقة تصفيات فيها مشيرا إلى أن يوم تكريم الفائزين سيكون في السادس عشر من شهر شوال وفي الخبر الأخير حيث قال مصر من لجنة الأحد عشر بتجمع إشرايا ثوار الزاوية إن مجموعة من أعيان ورشفانة منعوا المرة بالطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وجنزور من المرور المصدر قال لياجوانت إن مجموعة الأعيان من ورشفانة أعادت المرة غربا عقب فتح الطريق ظهر يوم الجمعة وأوضح المصدر أن إزالة السواتر الترابية جاء بعد الاتفاق مع أطراف داخل ورشفانة وذلك على فتح الطريق أمام المرة وإخلائها من أي وجود عسكري لمسافة 2 كيلو متر جنوب الطريق الساحلي ختام الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة